اشتركوا في القناة 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 الباربل من هون بيخد تبعيته رجع اكتافي لواره وبشد المعدة على مهل السرعة معتد المية للا البطء عشر مرات اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اشتركوا في القناة تسعة وان مور وعشرة شوي شوي لتحر لحدلنا بالباربل لحشتغل كمان حركة بالباربل لازم تعرفوا قديش اهمية الاكزكيوشن تبعيتنا يعني كتير من هلأ الاتراكشنز اللي موجودين حولينا نحن عم نتمرن شو ما كان يكون ازا كان التيفي او ازا كان السلولار ازا كان كل شي معقول يكون معنا يقدر يعملنا اتراكشن بكتير من المحلات ما نكون عم نعمل حركة بس بالنا بشي تاني وهذا شي خاطئ مي بالمي لانه اليوم مايند البادي كوننكشن صرتو تعرفون قديش مهم اتنيناتهم نقدر نشتغلون ونجمعون سوا لناخد نتيجة مضمونة هذا السمعان بدأي انت بعرف كل مرة السمعان اللي حيحيكي علي مؤامرة اللي ححيحكيي يا ضغري واليوم المشكلة انه مش بس سمعان لحاله معه البار يعني لحرجع لورا شد المعدة وشوفوا من هون شو اللي حيصير كل الحركة مش بالربطيشن زي اللي بدأ عملو الحركة بالبوستر يلي بدي ابنيه انا هلا يعني على اجريه على وسع الكتاف ركابي مطعجين ما بعودوا ينزلوا بقى ركابي لتحت صاروا مطعجين شوي صغيرة وبس هيك برجع الكتافي لو ورا بشد المعدي من الخسر طبعي من الهبس طبعولي هلا بدي انزل لتحت انا بتارك طبعية يعني ما بنزلوا بعمل هيك دلني بنزل لهون وبعمل عشر مرات واحد راسي ليش لفوق ولا لتحت جالس عن جديد واحد اتنين تلاتي اربع خمسي ستي سبعة تماني تسعة وعشر على مهل برجع بطلع على نفس البوزيشن باربل بتروح لمحلة كمان بطلع على الستيب لفوق من هوني ليش عم بطلع على الستيب بدي يصير على اجر واحدة بدي حط فيتشر البالنس بالتمنين تبعي كلنا بنعرف ازا انا عم بعمل حركة من هون من اني اوقف على ستيب عالية على اجر واحدة خلينا نجربها سوا من هوني على اجر واحدة واحد اتنين كمان ثلاثة اربع كمان خمسة مورا 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 ستة سبعة هيدا سمع تماني لما اقول سمعان بس للمشاهدين اللي عم بيسمعوني يعني فادي سمعان عامل شي اليوم المشكلة الكبيرة اللي ما يكون لي ابو صالح وعامل تاني وعامل تاني بينضاف عليهم اليوم البارد حومي ما تتخيل شو بصير بتصور هيدا هو الجو الحلو طبعا الام تي بي ولكن انه يكون في هالكومبينيشن اللي المميتة القوية اللي هي البارد حومي وفادي سمعان هوني انا لازم انتباه على حالي كمان بركز شوية من هون لحجر بركز عشر مرات واحد نفس الاجر اللي انا وقف علي على اجر واحدة عم بشتغل بالايد طبعا اتنين كمان تلاتة مورا 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 اربعة خمسة مين ستة سبعة تمانة احدة مشدودة من تسعة وعشرة برجع لتحت هلأ نفس الحركة اللي عملتها مع الباربل لحستعملها حركة لعضلية الظهر ولكن عم بعمل روتايشن الفيتشر انا هلأ البارد تفضل لانو انت صراحة ع السات اقمن من انك تكون ورا السات هيك مشاهدين عم تشوفوك ما فيك تعمل كدير قصص انا شايفك جايي بدك تعمل شي يعني ما هو ما قول تكون احد عاقي اوكي لكن برجع بعيد الباستر تبعيتي برجع كتافي الورا بشد المعدة بنزل لتحت من هوني لحط روتايشن الفيتشر على الحركة تبعيتك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هلأ احنا ما ببنا نحكي عن محور الشر مشاهدين او سياسي بس هيدا محور الشر اللي شايفينه قدام هون هيدا محور الشر الحقيقي يلي عم بسبب كل هالمشاكل انا بتصور قيلون ايد فيها هدول اثنين لانه لما يجتمعوا مع بعض يعني ما بعالش بصير بعدها على كل الحال وحدة بوحدة عندكم وثنين ما بعدها انتم خريعا نقعد هلأ من هون اشتغل على البيسابس لحط كوعي على ركبتي من هون ثبت ايدي شوفو كيف من الكوع الحركة عم تؤدى الساعد والايد عم بيطلعوا ينزلوا كمان اتنين تلاة اربع خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة واحد اتنين تلاة اربعة خمسة بيرفت بيخد نفس عميق وبفضي كمان بنتقل ثاني ايد معالي مشدودة واحد اتنين تلاة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة واحد اتنين تلاة اربعة خمس عزيم فتنس بول على جنب فلور مات على الارض هلا يعني بياضعف الامان لما نكون نحنا عم نشتغل وما عنا الاكساساريز عنا بركة منشفة او سي جي دي في انا نشتغل عليها لنجرب نعمل شوية بساعدوني ليخلوا عضلية الظهر كتير قوية وخاصة العضلية اسفل الظهر مش يعني ازا عنا واجع بعضلية اسفل الظهر يعني لازم نشتغل بس على اللي هو باسفل ظهرنا لازم نشتغل على كل العضلية الموجودين بيضهرنا اول شيء بفوق لا تحت وبالتالي ننتقل على كل عضلية جسم اللي يزم نشتغل عليها ولو مرة واحدة بالاسبوع وهذا الشي يلي منقملكون يا فيه على الام تي في منركب بازل انا وياكم دايما منشتغل على كل الامور اللي ممكن تفيدنا بحياتنا اليومية تذكروا كيف من ثلاثة شهر إخلكون لحيكون عنا هلأ فترة معينة اللي حنشتغل فيها كتير على نقاط ضعفنا مش بس نروح على النادق او نروح على البيت او مبلش تمريننا بطريقة بس هيكي بلا تركيز منركز على نقاط ضعفنا الظهر عضلية الظهر من اهم نقاط الضعف يلي ممكن يكونوا موجودين عند حدا واحد سويتش اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة كمان معدة مشدودة سبعة تمانة مورا مور تسعة عشرة بياخد نخص عميق من هون قبل ما انتقل لحركة للبايسبس كمان مع الضمولز لازم تعرفوا الحركات اللي عم قديها هايدي هون هلأ ما بدها اكسساريز يعني تس فري ايزي انو نقدر نشغلها ولكن كمان لأنه كتير هيني لازم نتبع على الاجزيكيوشن طبعا ما فينا نكون مثلا بوضعية جسم متل هالشكل او جرينا يكونوا كتير وسعين او جرينا يكونوا مسكرين بدنا نكون بطريقة كتير سابتة شو يعني لما اقول alignment او لما اقول proper alignment او natural alignment يعني الضغري منو هيت الضغري منو ارش لتحت جسمي منو منحنة لتاني ميل سيمبلي متل ما انا بكون ال upper body طبعي انا واقف مع ال natural curve طبع ال spine طبعيتي بكون فيها ومن هون ببلش انطلق بالحركة خليني انتقل للبايسبس هلأ standing انا واقف على اجرية slowly بلطوئة الدمبلز من هوني رجعك تافي لوورة up and down one مع rotation two كمان three كمان four let's go for more five six عشرة بكل ايد seven seven more to go بضبط اشرية eight nine ten 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 more to go انا واياكن واحد two two three three four five خمسة ستة سبعة three more to go eight nine and ten perfect بس من هوني بس رينج اوف موشن تابعي بدو يكون كتير صغير يعني ما بدي اطلع كتير لفوق ايدي من هوني بعلي شوي بلا معلي رقبت كتير وبنزلها تاخد اتنين ومعدي دايما مشدودة خاصة بها الحركة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وان موت وعشر انا قررت شو ما تعمل اقول على الهوى مشاهدين انا البر كنايم قدامي وعن بيعمل نفس الحركة كرمال بس نكون واضحين ليش عمتضحك لانه ما بقولكم عمتضحك لحالي لا يعرفوا انا بقية براشر عم بقطعها معكم لا يعرفوا مشاهدين لانا دايما بقولوا انه انا اللي بعمل دروبي بس هي انا دايما دروبي تابعيت بكون رد فعل على الشباب شو بكونوا عم بيعملوا على محور الشر الحقيقي اشباح الزلام وراء الكواليس واحد اتنين تلاتي اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة عشرة ايجو فور فايف مور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة عزيم بنتقل لتاني ايد بجرب قدمة فيه وسع اجري بجرب الفتنس بول تاخد محلة على الابر بادي طبعي يعني ما تكون بعيدة على الابر بادي طبعي امبريس الجرب وعبطه الفتنس بول من هون تعمل بايسب سكور واحد اتنين تلاتة مور المور اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة فايف مور وان تو ثري فور ام فايف وان مور تو جو فايف عزيم بعدني انا فلور مات هوني فتنس بول لمحلة اخر حركة كورف لفوق اردش لتحت كات كاو او كات كامل متل ما بتكون وان مور تايم اردش بيخد نفس عميق فضي وهلق مشاهديننا للأسف انا بدي انتقل لعند محور الشر لعند افاع الظلام لعند نظرية المؤامرة لعند شو بدي لكم بعد اكيد يعني البار وفادي سمعان والله شرفني حضوركم عن جد يعني نحنا نحنا نحكي مع المشاهدين كل يوم نعطيهم اش اخبار حلوة باعرف لي عم بتعملنا بهالشراسة شو تركت شو تركت للظلم انا بس بحب بحط المشاهدين شي مرة واحدة على الساعة محلة بشوفوا قديش جبار بشوفوا قديش جبار امين دي بلا يقدر يتحملك فادي سمعان فادي بيلعب فادي بتعرف ايه بيلعب فادي دايما بيلعب دور الضحية دور العيوني الدبلاز دور الشخص اللي انا انا مش انا عرفت انه هيك بس هو مخطط عظيم وبارع بس على كل حال يعني عم بتضحك انا مش مزعوج ابدا عم بتضحك لانو عن جد دور صو فاني انت وياه شو كنتو عم تعمل صو فاني لازم يعرف المشاهدين انو نحنا بنعمل هيدول امور لانو نحنا في بوند كتير قوي بناتنا كلنا كم تي في تيم خاصة بيالايف وي دو هفن نحنا وعم نشتغيل وهدا هادي شغلة كتير مهمة مزبوط مزبوط امين وي هفن وي جت فت and وي ستاي فت كل الوقت اوسم تانكيو مرسي على هل رياضة بدلا سالك شو علي بدأ سالك شو عنكم اليوم موفيز يعرف ان الموفيز كتير مهمين عندي الموفيز كتير مهمين عندك ايه مزبوي يزمر ونحط جيو مغضوم بالشتوديو فاللي بيصير انه عطول ما نحاول حدا يدحك الثاني بال.. يعني لما يكون عم بيعمل يعني هلأ جاي يدوركم عم تجارب تقول للمشاهدين انه أمين ديب مش لح يرحمنا هلأ من وراء الكواليس أمين ديب اذا نحن الشر وظلام أمين ديب ولد صغير مهضوم يعني شوف نعم نعم هلأ شوف شو ناطرك انت بعد شواء انت وبتخلص معك هلأ اتبع مش هيعرفوا المشاهدين شو عم بصير بس لحيشوفوا النظرات على عينيكم مش هيدينا نهار اليوم لأ رح يكون مهضوم ورح يكون فيه انرجي ونشاط ورح يكون فيه مزح بينتنا طبعا مثل كل يوم عا كل حال بذكركم انه فيكن تتواصلوا معنا عبر تويتر لأم تي في لبانون على فيسبوك على صفحة فيسبوك لأم تي في اللايف بالاضافة للتويترات الخاصة فينا نحن بس لا فادي ولا محل اذا بدكن تتواصلوا مع فادي حتى تليفونه مسكر بدكن تعيطوله من تحت بيته اذا كان بالبيد بيطلع لبالكم ولا امو لا تويتر لا فيسبوك لا انستجرع اعطينا عنوانه ورحمة تليفون لا تحل الهوة بعطيك احنا ولا همه مش هيدي راح يصير لكن راح نحكي على عن 3 افلام جديدة مش هيدينا خليكن معنا فقر السينما شكرا